هنروح للخبر الأخير معنا اللي هنطلع بعديف فاصل عشان أستقبل ضيوفي بإذن الرحمن 36 دولة تاني 36 دولة تشارك ببطولة التحدي الدولية للخماس الحديث باستاذ القاهرة مبارح انطلقت بطولة التحدي الدولية للخماس الحديث واللي بتتلاعب على ملاعب استاذ القاهرة الدولي في مدينة ناصر وهي واحدة من ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية اللي جاية البطولة بتتلاعب في الفترة من 23 إلى 27 ينار اللي احنا فيه والبطولة بيشارك فيها 500 فرد من كم دولة من 36 فرد الله أكبر بواقع 167 لعب و140 لعبة و140 مدرب وإداري ورئيس وفد من 36 دولة اسمحوا لي أقولهم استحملوني بقى يعني الأرجنتين استراليا النمسا بلجيكا البرازيل بلغاريا كندا الصين كرواتيا التشيك استونيا فرلندا فرنسا جورجيا ألمانيا بريطانيا اليونان جواتيمالا الماجر الهند إيرلندا إيطاليا اليابان كوريا كرجستان ماشي لتوانيا المكسيك نيوزلندا بولندا البرتغال أسبانيا السويت سويسرا تركيا أمريكا بالإضافة لمصر البدا المضيف كل دول من أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية جايين مصر زي ما حضركم شايفين حاجة يعني جميلة جدا في استاد القاهرة واستاد القاهرة استعد بشكل كبير لهذه البطولة منتخب الوطني مشارك في البطولة بقائمة مكونة من 12 لعب ولعبها هم سلمة أيمن هيدي عادل ملك اسماعيل أميرة أنديل زينة عامر فريدة أبو هاشم ومنتخب الرجال مكون من إسلام حامد أحمد أشرف معتز واقل عمر واقل محمد شريف نور الدين كريم البطولة دي من ضمن البطولات الحديثة وبيحاول من خلالها لاتحاد الدولي أنه يضيف نقاط إضافية للعبين في صباق التأهل للأولمبياد الكسبان بالبطولة دي بيأخذ 40 نقاط بيتضاف الرصيد في صباق التأهل أما الكسبان بكأس العالم فبيأخذ 60 نقاط أما الكسبان بنهاي كأس العالم فبيأخذ 80 نقاط نقاط بتوعي تجمعها الجماعة الجماعة لغاية بتوصل لنقاط معينة مثلا تلاقي للتحاد الخماسي قالك اللي بيجيب 300 نقاط بيتأهل اللمبياد انت بقى في الصباق عمال من بطولة للبطولة والجمع ومصر لالتحاد بتاعك طيب اتحاد الخماس بيقود المواند الشيف العليان اللي شفنا صورته منذ قليل زي ما قلت لحضراتكم يعني ان شاء الله يعني مصر دايما هي المحطة أو محطة انظر العالم دلوقتي فيه تنظيم البطولات والجميل ان عندنا اتحادات زي السلاح وزي الجودو وزي التايكوندو وزي الكاراتيه وزي ايه كمان وزي الخماس الحديث وزي رفع الاثقال هذه الاتحادات وهذه الالعاب لما مصر بتصادفها والرماية ما بنساش الرماية والريشة الطيرة كل الالعاب دي لما مصر بتصادفها ما بتبقاش بس يعني استضاف لا انت بتشارك بقوة وبتنافس وبتنجح تنظيمين وبتنجح فنيا فالنهار دا انت مش بس بتنظم البطولة من اجل التنظيم ولكن فنيا بتستفاد كمان على ارض مصر ربنا يحفظ بلدنا ربنا يحفظ شبابنا ربنا يحفظ كل شيء في بلدنا الحقيقة يعني الواحد بيكون منتهى الفخر لما بتكلم الحقيقة عن منتخباتنا وعلى يعني بلدنا